الشنط الصغيرة اللي ادععتها صغيرة دي ترند قوي الشنط بقى بتلاقي الشنط الباك باك دي اخبرها ايه بقى في الجامعة still trend برضو والكروس باك بس الباك باك اكتر وبرضو الحاجة التانية اللي ممكن تبقى فيها براند الشنطة وباك باك او شنطة صغيرة اللي تحت الكتف الصغيرة دي موضة جدا او كروس وصغيرة الشنط بقى البالك الكبير دي بس يفضل نسبة وتناسب الشنطة دي بزيت من اكتر الحاجات اللي بتبين برضو بتاعت الجامعة فبيبقوا برضو معيهم ايه الكابي بوك الليم الموبايل ورق فبيبقوا محتاجين حاجة حط في حاجته دي حقيقة بس حتى لو هي سايلة حتى لو هي لابسة باك باك هتلاقيها برضو لابسة شنطة صغيرة دي كروس او ماسكاة في ايديها تحت كتفها او كروس بس الفكرة بس في الشنطة الصغيرة دايما ناخد يعني فيه كذا مقاس لها نشرك نسبة وتناسب مع جسمنا يعني ما نسيبهاش عيمة يعني الناس العريدة مثلا يمسكو الشنطة ما تبقاش صغيرة اوية لانها بتبين غير مناش هتبين مش هتبين هتبين جسمها عريض اكتر يعني نسبة وتناسب هي فيه منها كذا صايز يعني فيه من اول اكسس مول لغاية لارج احنا بنختار ما بين اكسس مول وميديم شونة الهيل تريند لكن لو صغيرة اوية هتبين ان هي شكلك مش مش مظهر ولو انت جسمك قليل ومسكاة شنطة كبيرة اوية برضو تبقاش لاطيف بالنسبة مسلا المحاجبات لان دول بيواجههم مشكلة كبيرة اوية عندنا بانتالونات الساتس بصفة عامة التوب وكارديجن وبانتالون ممكن نجيبهم لون واحد ونبتدي نعمل فيهم كذا كذا لوك مختلف وكذا اوتفيت مختلفة البيزيك زي ما احنا اتفقنا ونغير عليه الترح الالوان النود السابتة ابيض تفضلش الاسود قوي في الجامعة بس ابيض اسود بيش بوني جريش بودو روز الالوان دي بتليق على كل الحاجات اللي احنا لاتفق بيتطرح الملونة بقت كتير ما فيش خالص خالص سادة خالص يا جماعة بليز والنبي بلاش نشوف طرح ملونة كتير 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 ممنوع ما انا عم بطن في الصيف وبالزاد في الجامعة تحب يتطرح ملونة اهو اهو انا فتحت اقعي اهو 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 انا احنا دائما في الترح ترح البلاد المحجمة الطرح الملونة انا انا بأسس لي والله يا شيرا بصني بصني هنا بس اشير يا بالحاجات والله الحاجات انا بحبك جدا لاني تتسوري رجالة وتهتمي بالرجالة انا موتة باضل باضل فقرة نستمتع في فقراتك وبنبقى مبسوطين بدينا معلومات عن الموضة فعلا سواء رجالة او ستات